إلينا من القاهرة دكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة أهلا بك دكتور التخلف عن السادات في الأسواق الناشئة من أبرز المخاطر الاقتصادية لعام 2022 هل هي مخاوف إفلاس دول أم بداية أزمة فقاعة ديون عالمية برأيك؟ هي فقاعة ديون العالمية موجودة وحصل نوع من أنواع التمادي من الدول الأقل تقدما اللي هي الـ Development countries والـ Emerging countries والـ Frontiers كمان حصل نوع من أنواع التمادي في الاقتراض من الأسواق العالمية السوفرندات اللي هي الديون السيادية المقاومة بالعملة الأجنبية من الأسواق الخارجية حصل نوع من أنواع التمادي في عملية الاقتراض تجاوز الحجم الاقتراض 80% والـ 95% من حجم الناتج القومي المحلي وبالتالي بقى الناتج القومي المحلي غير قادر على الوفاء باحتياجات خدمة الدين سواء كانت في شكل الفوائد المفروضة على الدين أو سداد أصل الدين قد تصل هذه الدول إلى مرحلة من المراحل التي لا تستطيع فيها سداد أي أصل من أصول الدين أو أي قدر من أصل الدين ولكن كل ما سوف تفعله أنها تقوم بعملية خدمة الدين الفوائد التي على الدين والدين نفسه يتم تميله بدين آخر وتخش في الدائرة الملعونة بتاعت الاقتراض والتي سوف تؤدي في الآخر خالص إلى عملية الانهيار الاقتصادي وعملية إفلاس الدولة أو عدم قدرتها على سداد الديون المسحقة عليها كما حدث في لبنان كما حدث في سريلانكا كما حدث في روسيا روسيا في نوع من الأنواع الانتدارة على سداد الديون الخارجية بالعملة الصعبة هو نوع من الأنواع لو يدراها بالسداد عن طريق الربل لو أنت عايز الدين بتاعك خضه بالربل لو لمι display بذيل يعني ما لديش أي مديل تاني غانا غانا البكستان تونس أسيوبيا دول من الدول الأحادية الدخل مفيش نوع من الأنواع التعدد في مصادر الدخل في هذه الدول يمكن بكستان عندها نوع من الأنواع التعدد في مصادر الدخل لكن الأربع دول الأخرى سيلفادور مع غانا مع أسيوبيا مع تونس المصادر الداخل غير متنوعة وبالتالي الذي حدث فيها الاقتصاد العالمي وارتباك خطوط الإمداد العالمية سابلاي تشينز الموجودة على مستوى العالم مع الكوفيد ناينتي مع الحرب الأوكرانية الروسية كل دوت أثر على هذه الدول بالسانب أثر على مدخلتها من العملة الصعبة بدرجة كبيرة جدا ولم يكن أمام هذه الدول إلا التوسع في عملية الاختراض حتى تستطيع سداد الالتزامات التي عليها مما أدى إلى تجاوز خدمة الدين وليس سداد أصل الدين إلى 80% من الناتج المحلي وهو مؤشر خطر جدا على هذه الدول هو مؤشر خطر على هذه الدول وفي حال عدم السداد وأعلان نحن نتحدث عن خمسة دول التي حضرت أجراءاتهم وذكرناهم بالتأرير إضافة إلى احتمال تخلف روسيا في حال مرت مهلة ولم تقم بالسداد في الأيام المقبلة لبنان سبق وأيضا سريلنكا في الفترة الأخيرة ماذا يعني هذا للاقتصاد العالمي كيف سيتعامل اقتصاد العالمي في حال قامت كل هذه الدول بالإفلاس أو بعدم سداد الديون الاقتصاد العالمي كل اللي هو حامل أنه عيد جدولة الديون لهذه الدول الجزء الأكبر والأخطر في الموضوع هو الاقتصاديين الاقتصاد الروسي والاقتصاد الباكستاني الاقتصاد الباكستاني ليس رقم سهل في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي وواحد الاقتصاديات العظمى الموجودة في العالم في حال التخلف هاتين الدولتين عن السداد أو عدم التزامهم بالسداد في الموعد المحددة بالتأكيد سوف يؤدي الارتباك في الأسواق المالية الدولية ولكن ما تأثير غانا أو أسيوبيا أو السلفادور أو تونس على الاقتصاد العالمي تأثير ضعيف جدا 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 لن يكون هناك أي تأثير لن يؤدي إلى نوع الأنواع الشق في الاقتصاد العالمي أو صدمة الاقتصاد العالمي في حالة إفلاس هذه الدول أو عدم قدرتها على سداد الالتزامات الموجودة عليها من المديونيات لكن ما سوف نرى أن مؤسسات التمويل الدولية سوف تقوم بعادة جدولة ديون هذه الدول بشروط أقل حدة على هذه الدول بما يؤدي إلى قيامها أو مساعدتها على الاستمار في سداد المصحقات التي عليها للدول الأخرى لا تنسي أن الدول التي قامت بعملية تسريف هذه الدول هي الدول المتقدمة الدول الغنية والدول المتقدمة والغنية لها مصالح في هذه الدول والاقتصاد العالمي وبالتالي لن تدع هذه الاقتصادات تفشل أو تدع هذه الاقتصادات تفلس وتخرج من المعادلة الدولية لأن ذلك قد يؤدي إلى قيام مجموعة أخرى من الدول في الحالة دي يتمش بالعدم الاستطاع على السداد بالامتناع عن السداد ودعنا نرى ما سوف يحدث في الأسواق الدولية والفوضى التي قد تعم الاتصاد العالمي نتيجة لتوقف مجموعة من الاقتصاديات عن سداد التزامتها بالرغم من قدرتها على السداد في هذه الحالة في الفترة الأخيرة رأينا الكثير من الاستثمارات الكبرى تتوجه باتجاه أسواق ناشئة وأسواق فرونتير ماركتز في الأشهر الأخيرة وكان هناك نوع من الدفع بهذا الاتجاه اليوم في حال وصلنا إلى مرحلة من عدم السداد لعدة اقتصادات أين يتجه المستثمر أو رأس المال المغامر إلى أين يذهب؟ هو رأس المال المغامر في الحالة دي تحيرجع للأسواق التي أتى منها الهوت ماني يخش في الأسواق الناشئة وبدرجة الأساسية في الاميرجين ماركتز الموجودة هو يخش يضارب على فروق أسعار العملة على فروق أسعار الفايدة في فترات اقتصادية قصيرة جدا وليس استثمار أجنبي مباشر لفترة زمنية طويلة الرؤوس الأموال المغامرة أو الهوت ماني اللي هو في معظم الأحيان قد يكون ديرتي ماني غسيل أموال يخش الاتصاديات دي كنوع من أنواع الهيتانران في حالة عدم وجود الفرصة دي هذه الأموال اللي استمرار في الأسواق الناشئة زي جوههم فبيرجع للإقصاديات اللي جي منها الإقصاديات اللي جي منها هي الإقصاديات الغربية والإقصاديات القوية هيرجع يخش في الإقصاديات دي لما يخش في الإقصاديات دي هتلاقي هناك العقار ارتفع قمته في هذه الإقصاديات لأن أحسن ملاز أن تحطي في مكاسب الهوت ماني هو العقار وبالتالي كل مرة شفنا الموجات بتاعة المضاربات القاسية جدا على الأسواق الناشئة وتحقيق أرباح غير متوقعة وأرباح غير مستحقة للهوت ماني كان بيعقبها دورة من دورات الارتفاع في قيم العقارية الأصول العقارية في الأسواق المتقدمة في أوروبا وفي الشرق أسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الحالة دي الأموال دي سترجع بمكاسبها للأسواق التي أتت منها وسوف تستثمر في القطاع العقاري والاستثمرات المباشرة حتى تكون ملادا آمنا لها ثم تعيد عملية التسهيل مرة أخرى بعد استقرار الأسواق الناشئة والاستقرار الأسواق الدولية شكرا لك دكتور حسن الصادي وستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا